في العام الثاني من انطلاق المحاكمات في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصل طرفة الدرجة الاولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع الى افادات الشهود في قضية الادعاء افادات تنوعت بين الاجواء السياسية التي سبقت الاغتيال ورافقته واخرى تقنية تحدثت عن ادلة اضافية في موضوع الاتصالات واحمد ابو عدس الذي اعلن زورا تنفيذه عملية انتحارية فجرت موكب الرئيس الشهيد في الشق السياسي استمعت الغرفة الى سلسلة افادات لسياسيين قاربين من الرئيس الشهيد والمستشارين عملوا الى جانبه وصحافيين عصروه وكانوا على اطلاعا بالتطورات السياسية التي عشتها البلاد واللقاءات التي اعقدها الرئيس الشهيد في تلك الفترة مع مسؤولين وضباط السوريين في لبنان ودمشق وفي هذا الاطار استمعت المحكمة الدولية الى افادات عديدة ابرزها لرئيس فؤاد السينيورا الذي كشف عن ما اخبره اياه الرئيس الحريري عن كشف محاولات عدة لاغتياله من قبل حزب الله وفي افادات السياسيين قراءة في تلك المرحلة للنواب مروان حميد وباسم السبع وعطف مجدلاني ولمستشار الرئيس الحريري انذاك هاني حمود وغيرهم من الذين اعطوا لمحة عن مواقف الرئيس الحريري ولقاءاته السياسية خصوصا تلك التي اعقدها مع امين عامي حزب الله السيد حسن نصر الله والجديد الذي عرضته المحكمة الدولية تسجيلات صوتية للقاءات اعقدها الرئيس الحريري قبيل الجريمة مع وليد المعلم ورسو مازيله وفيها انعكاس لتدهور العلاقة بين الرئيس الشهيد والوصاية السورية والتضييق اللي بمارسته اجهزتها الاستخباراتية قبيل الانتخابات النيابية اما في الشق التقني فوصلت غرفة الدرجة الاولى الاستماع الى افادات خبراء في الاتصالات والذين تحدثوا عن كيفية تحليل هذه الاتصالات والارقام وحركتها والابراج التي استخدمتها واختلافها باختلاف تحركات الرئيس الشهيد ومن عمل على مراقبته اضافة الى الاستماع الى افادات منبع الاجهزة الخلوية وفق الوثائق مزورة حيث استخدم المتهمون هويات مزيفة لتنتقل الافادات الى مرحلة اخرى تركزت على ابو عدس وكيفية تجنيده ومن عرفه اضافة الى افادات لاصدقاء للمتهمين ممن عرفوهم وعرف عائلاتهم اكثر من ثمانين شاهد مثل امام غرفة الدرجة الاولى حتى الان على ان يستكمل الادعاء قضيته قبل ان يبدأ الدفاع بعرض قضيته وصولا الى النطق بالحكم في الجريمة التي هزت لبنان والمنطقة في ال 14 من شباط 2005